اشتركوا في القناة 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 وفي كتير بلدين بتحس انه بلبنان كولن بيهتموا بهالرياضات او انتوا بتفتشوا بتروحوا بتشوفوا بتسألوا لحتى تقدروا تشاركوا نحن كل شي نحن ما حدا بيساعدنا اكيد الكوتش والترينر منواجه له تحية اكيد بيكون هو عم بيساعد بالريسورج لا هو بس بيساعدنا لنقوحنا لتقدروا تفوتوا بيها المباريات هولي شو بيفرقوا الأنواع للسباحة عن بعضهم يعني بعرف انه فيه اشخاص اوقات بتخصصوا بنوع واحد من السباحة مش بكل السباحات انت لا واضح انه عندك كل هي في اربع انواع في الفراشة في 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 وفي 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 وانت قدر تكون عم بتشارك بكلهم بس يعني عادة هيك بيصير او انت عندك هيك هالموهبة لا انا عند عادة بنقوا وحدة اي لا هي في عدة سباقات في خمسين مية ميتان اربعمية اي اي ومية مثلا فريستايل مية باكسروك ومية متنوع يعني الاربع عم نشوف الميداليات اللي حيز عليهم يعني اسم الله عليك عن جد الله يحميك كمان هيك عندي شوية اسئلة عن حياتك كولين اوقات بتتعب بتقول انه اوقات ما بقى عبالي اتمرن انه اليوم تعبين ما قلي خلق اتمرن لا اول مرة اول ما بلشنا اكيد منقول انه تعبنا بس رشع بلشت اتعود عليها وما بقى صارت حبه وصارت كل يوم اطلع وما اتعب يعني زنهار مثلا افات لنقول بتكون هيك بحسس انه في شي ناقص بحياته بتشجع اصحابك انه يروحوا معك كمان اكيد في اصحابك هيك تأثروا فيك ورحوا يتعلموا سباحة بس ما صاروا محترفين مثلك يعني بس فيها تكون هوبي يعني هي مفيدة كتير للجسم وللعقل ولكل شي بتظلك رايق عطول او بتعصب لا شوي بتعصب اشو بتعصب يعطينا انه الكوتش تمرينات قاسي كتير تعصب منه كولين تقدر تنسق يعني بين درسك وبين يعني وقت يكون في مدرسة وقت يكون عندك فحصات بتخفف تمرينه شوي لا لانه بخلص زرسي بعمل وقت انا لوحدة بيش من المدرسة وبحضر بحضر انه من ايا ساعة لأيا ساعة بدي ادرس من ايا ساعة لأيا ساعة بدي روح على التمرين بدي كمان هيك استفسر شوي منك عن المباريات بين لبنان وبرا ايها اصعب وايها اهلا اكيد برا لانه برا في الدول بيساعدوا بيساعدوا الرياضيين والسباحين بيساعدوهم بالاكل بالشرب بالشاب بالميو كل شي هذا بيساعد لانه بس عم يكون الربح على فرق ثانية وسانتان وسفر ثانية يعني بيكونوا هن محضرين ومجهزين ومدربين كمانا اكتر نعم يعني الايكوبمنتس بتساعد ولا مش بالضرورة مش بالضرورة هون عم نشوف كمان بهالفيديو هون مباراة وين كانت هادي بي دوباي بي هاملتون ها صارت من ثلاثة وشور اوكي كانت المنافسة قوية يعني عم بيكونهم مية بالمية قوية الاشخاص اللي عم تتبارى معهم شو عم بتحضر له هلأ بعد هلأ بعد شهرين بلك عم نحضر حالنا لنروحها لقطر هي بطولة أجزو عم نحضر حالنا عم نتمرع عبكرة وعشية وكل يوم لنقدر نروح ونربح ولح تتابع بعدين لما بتكبر يعني انه تكمل بالسباحة بتحس اكيد بالبطولات ايضا بدك تضل تروح وتشارك بالبطولات اكيد يعني انا بده اتمنى لك كل التوفيق كلين بده وجهة لتحية كمان لا كيفين لو ما بلش كيفين قبلك كنت بعدك كنت بتقدر انت تفوت بيها الرياضة نحنا فتنا نحنا وييا سوا مين تلعب الفكرة خي خيك ومين بيشجعكم اكتر امك او بيك لا الاثنين الاثنين بيفتخروا فيكم وبيقولوا لكم تكملوا وتتابعوا ولا مرة قالوا لكم خلص عم تلتهوا او شي انا بديلك ألف مبروك على الميداليات اللي اخدتون مرسي اكيد اي بدي اقلك انو ان شاء الله دايما بالطليعة وان شاء الله دايما بترفع اسم لبنان بالعالي واكيد لبنان بيفتخر فيك ايضا بيفتخر بشباب هالقدة عندن اخلاق وشكل ورياضة وكل شي حلو متلك كولين شادي شارتوني اهلا وسهلا فيك رح ناخد بريك صغير وامرش